السلام عليكم أحبتي في الله أنا الأخصائي يزينت سوف أشارككم اليوم أول وصفة في القناة سوف نستعمل فيها إحدى الأعشاب والمكونات المذكورة في الطب النبوي الشريف من القرآن والسنة بعد أبحاث عدة توصلنا نحن فريق العمل إلى هذه الوصفة المجربة والحصرية وسوف أقوم بمشاركتها معكم خطوة خطوة كما هو موضح في الصورة الأرز من بين أهم الأعشاب المذكورة في الأحاديث النبوية في الطب البديل ونستدل بقوله عليه الصلاة والسلام كل شيء أخرجته الأرض ففيه هداء وشفاء إلا الأرز فإنه شفاء لا داء فيه ماء الأرز تستعمل مياه الأرز للحصول على شعر صحي وجميل يعود تاريخ استخدامه إلى دولة اليابان حيث كانت النساء يستعمل نماء الأرز للحصول على شعر طويل وجميل حيث يحتوي ماء الأرز على مكون يسمى إنوزيتول يساعد هذا المكون على معالجة وإصلاح الشعر التالف من الداخل إلى الخارج ويساعد أيضا على وقاية الشعر من التالف مياه الأرز عبارة عن سائل حليبي نتيجة للنشاء الناتج من الأرز ويحتوي ماء الأرز على المعادن والفيتامينات وتساعد على الحصول على شعر صحي وبشرة صحية وتعمل مياه الأرز على تعزيز الدورة الدموية في الجسم وبناء خلايا جديدة للجلد للحصول على بشرة أصغر سنا ومتجددة وتحتوي مياه الأرز على أحماض أمينية أيضا تعمل على تقوية جذور الشعر وتزيد من كثافة الشعر وتجعله لامعا وجميلا ويستخدم ماء الأرز للشعر نظرا لفائدته الكبيرة ويعتبر مكونا آمنا وطبيعيا ولا يوجد له أي آثار جانبية أعين لكم أي الفوائد الأكثر الأكثر انتشارا لمياه الأرز للشعر ووصفات طبيعية للحصول على أكثر فائدة من الأرز الفوائد التي نستخلصها نحن في الأبحاث العلمية المستجدة دائما من الأرز فنحن دائما نعمل على تطوير أبحاثنا خاصة في الطب البديل والتداوي بالأعشاب فوائد ماء الأرز للشعر تحتوي هذه المياه على مادة إينوزيتول عفوا وهي كربوهيدرات تعمل على تقوية مرونة الشعر وفيما يأتي بيان فوائد مياه الأرز للشعر تحسين نمو الشعر كأول فائدة وأول نتيجة سوف تتحصلين عليها بعد استخدامك للأرز وفيما يأتي تعمل مياه الأرز الأمينية التي تعمل على تجديد الشعر وزيادة نموه كما تحتوي على ما يزيد من سرعة نمو الشعر هذه الفيتامينات التي يحتويها الأرز تقلل من تقصف الشعر وتحتوي على الكثير من البروتينات والتي تساعد بالتالي على التخلص من انقسامات الشعر حيث تحدث انقسامات الشعر نتيجة لتعرض الشعر للتلوث الخارجي مما يساعد الشعر على فقدان صحته وتعمل الأحماض الأمينية المتوفرة في ماء الأرز خاصة على معالجة هذه الأضرار وإصلاحها تساعد كذلك مياه الأم مياه الأرز على معالجة قشرة الرأس القشرة وهي مشكلة محرجة تتسبب بالحكة في الرأس وتساعد مياه الأرز على التخلص من مشكلة القشرة والوقاية منها عند استخدامها باستمرار وبشكل منتظم جعل الشعر حريري ولامع تعمل هذه المياه أيضا على جعل شعرك نعما مثل شعر الكوريات والصينيات يعمل كذلك الأرز على إزالة القمل والذي يعتبر مشكلة مزعجة كبيرة جدا نعاني منها خاصة أبناءنا الصغر وهذا هو الحل الصحي والمتوفر والشائع والأكثر انتشارا بيننا والأقل أضرارا لحماية أطوالنا الصغار من هذه المشاكل وخاصة مشكلة القمل المنتشر في المدارس هنا سوف أشارك معكم الطريقة الصحيحة للحصول على ماء الأرز وهذه الطريقة التي قمنا باستخلاصها مؤخرا في عيادتنا الخاصة والمتخصصة في الطب البديل والتداوي بالأعشاب حسب السنة النبوية الشريفة هنا أمتلك بعض الأرز كمية من الأرز حسب طبيعة الحال حسب كثافة شعرك وطول شعرك وطريقة استخدامك لهذه المياه كما تشاهدون هنا أمتلك أربعة ملاعق كبيرة من الأرز هذا الأرز حبات صغيرة من الأرز لا يهم أي نوع من الأرز لأن جميع أنواع الأرز سوف تمدك بنتيجة واحدة أربع ملاعق من الأرز تغطيها ثمانية ملاعق من الماء الساخن إلى درجة الغلايان توضع في نعم نملك هنا ماء ساخن إلى درجة الغلايان تحتاجين إلى ثمانية ملاعق أي ضعف كمية الأرز ماء سوف أريكم الطريقة الصحيحة لصنع هذه المياه أما أنا فلن أصنعها لأنني أمتلك منها كميات كبيرة جدا مخزنة في الثلاجات ونحن نبيعها ونحن نستخدمها لعلاج مرضى عفوا في العيادة لذلك سوف أشارككم هذه الطريقة السرية في استخراج مياه الأرز والخاصة بعيادتنا أتمنى فقط منكم الدعاء لنا بالنجاح والاستمرار وأتمنى كذلك منكم الاشتراك في القناة والمشاركة والإعجاب بالفيديو وستكون هناك سلسلة كامنة من الشرح الأرز وكيفية التداوي به جميع المشاكل الجسدية جميع المشاكل البشرة مشاكل الشعر سوف تكون هناك سلسلة طويلة جدا عن الأرز فقط سوف نبتدئ وسوف ننطلق بها انطلاقة في القناة قلت سوف تحتاجين ثمانية ملاعق من الماء مع أربعة ملاعق من الأرز وكذلك سوف تحتاجين إلى هذه القرورات هذه القرورات نستخدمها لرش المحليل على الشعر هذه القرورات كانت في المخزن عندنا فنحن نشتريها ونخزنها طبعا لعلاجة المرضى ولكن فقط أردت أن أشاركها معكم لكي أحيطكم علما بنوع القرورات وهي قرورات رش تباع في المحلات وفي السوبرات الكبيرة يمكنكم كذلك أخذها من مستحضرات التجميل وغسلها جيدا والاستفادة منها بعدما تسكبين ثمانية ملاعق من المياه الساخنة إلى درجة الغلايان سوف تتركينها ليلة كاملة تحضرين هذه الوصفة في الليل وتتركينها ليلة كاملة وفي صباح الغد المباشر سوف تصفين الأرز من المياه وسوف تضعين هذه المياه التي سوف يكون لونها أبيضا نتيجة إلى النشاء المتواجد بكثرة في الأرز وتصفين هذه المياه ثم تضعينها في قرورات الرش هذه وتحتفظين بها في الثلاجة مدة الاحتفاظ أنا أنصح أن تحتفظين بهذه الوصفة لمدة لا تقل ولا تكثر عن ثلاثة أيام لأن النشاء المتواجد في الأرز بغض النظر عن نوع الأرز سوف يتلف وسوف تقل كثيرا الفيتامينات البروتينات النشويات وكل المعادن الموجودة فيه سوف تقل بنسب كبيرة فأنا أنصحك أو أنصحك بدرجة كبيرة إذا كنت أو كنتم تريدون الاستفادة المياه المتحصل عليها أو المحلول المتحصل عليه نتيجة خلط الماء المغلي أو الساخن لدرجة الغليان مع الأرز يسمى كذلك بيتونر يمكنك استخدامه للشعر وذلك عن طريق رش فروة الشعر وأطراف الشعر بهذا المحلول عن طريق هذه المرشة مرتين في اليوم مرتين في اليوم مع استخدام أو مع عمل مساج لفروة الرأس وذلك لتنشيط الدورة الدموية وذلك أيضا لاستفادة الشعر أكبر قدر ممكن من الفوائد المتحصل عليها من الأرز يمكنك أيضا استخدام سوف أعطي لك كذلك طريقة ثانية وهي طريقة نوعا ما يعني معتادة سوف أشرحها لك بالتفصيل للاستفادة من ماء الأرز تختصرين شعرك كالمعتاد بالشامبو تنظفنه جيدا ثم يوضع ماء الأرز المتحصل عليه على الشعر يدلك الشعر وتدلك فروة الرأس بلطف وذلك باستخدام أطراف الأصابع باستخدام أطراف الأصابع لمدة لا تقل عن العشرة دقائق وذلك لاستفادة الشعر أكبر قدر ممكن من الفوائد بعد ذلك يخصل الشعر بالماء العادي وتستخدم هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وكما قلت يمكنك أيضا استخدامها كتونر احرس دوما على تنشيط الدورة الدموية وذلك عن طريق تدليك الفروة بأطراف الأصابع يمكنك ترك التونر في شعرك بدون غسله ليلة كاملة لأنه لا يتسبب بأي مضاعفات كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم استفادة كاملة من شرحي وأتمنى كذلك أن يعجبكم الفيديو وتعجبكم كذلك أسرار العيادة وهناك العديد من الأسرار التي يمكنني أن أشاركها معكم طبعا ليس الكثير انتظرون إن شاء الله في فيديو آخر ومستمرين في سلسلة الأرز وفوائده وكذلك في الطب البديل والطب النبوي الشريف أشكركم على حسن المشاهدة وألقاكم مع القريب إن شاء الله استودعتكم الله الذي لا تضيع وداء عن